السلطات النمسوية بتكشف عدد الأحزاب المشاركة في انتخابات المجلس الوطني عندنا خبر تاني برضو في نفس السياق أحدث نتائج استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الوطنية وطبعا ارتفاع أو مازال حزب الحرية بيحتل المركز الأول وفي تنافس بين حزب الشعب والحزب الاشتراكي على المركز الثاني فيه برضو دراسة عملت أثبات تراجع رضا المواطنين عن السياسة النمسوية في السنوات الأخيرة سواء على مستوى يمكن يكون هناك فيه رضاء على مستوى الولايات ولكن فيه عدم الرضاء على مستوى الفيدرالي وآخر خبر معنا فيهنا الأسوأ تراجع أعداد المؤهلين لانتخابات المجلس الوطني في النمسا وده بالأشخاص اللي هما قادرين على الإدلاع بأصواتهم في الانتخابات القادمة الموضوع الانتخابات يمكن دلوقتي بعد النهاردة هيكون على طولة كل مناشة على رأس الصفحات الأولى لكثير من الصحف البرامج كله متعلق بموضوع الانتخابات البرامج الانتخابية كيفية استعداد كل حزب وما هي الطموح لكل حزب استطلعات الرأي أثبتت زي ما قلنا أن حزب الحرية هو المتقدم استطلعات الرأي بتقول كمان أن البرلمان النمساوي هيكون فيه موجود على الأقل من خمس لست أحزاب هلأ خلينا ناخد الخبر من بدايته يعني موضوع تكشف عدد الأحزاب المشاركة طبعا يعني مثل ما كان يتوقع أكيد الأحزاب الرئيسية إضافة الحزب الكي بي او الحزب الشيوعي واللي هو فعليا بشكل أو بآخر منشق من الخضر ومن الاس بي او بشكل أو بآخر وحزب البيير يعني هذا حزب الحزب الجديد يعني والذي فعليا معظم الناخبين من الشباب من يعني صراحة الفئة الشابة الحديثة التي ليس لها رؤية سياسية حقيقية فبالتالي هو يراهن عليهم وحتى الاستطلاعات تقول أن حزب البيير ممكن من الممكن أن يدخل البرلمان النمساوي يعني بنسبة خمسة إلى خمسة خمسة وشيء بالمئة طبعا الحد البرلماني هو أربع بالمئة يجب أن يحصل حتى يستطيع أن يدخل البرلمان النمساوي الكي بي او توقعوا له ثلاثة إلى ثلاثة ونصف فحظوظه ليست يعني قوية بأن يدخل البرلمان النمساوي وإن كان عنده حظوظ في الولايات يعني اشتاء مارك موجودة صحي صحي هو عنده تجرات وفي سلسبورد الحزب الثامن نعم صحي التاني يعني طبعا نعم فبالتالي أضيف على ذلك سيدي الكريم أن موضوع الاستطلاعات الرأي يعني الاستطلاع الذي قامت به وكات الأنباء النمساوية يعني ما زال مع الأسف حزب الـFBO يحصل على 27.1% الأوفوبي 23 الـFBO 22% يعني النيوز 9.9 الخضر 8.9 بس في تراغب الحزب الخضر 5.2 نعم صحي الـFBO 3.1 يعني بصراحة بصراحة مع الأسف الشديد على ما يبدو أن الأمور فعلا تتجه إلى حزب الـFBO أنه سيتصدر الانتخابات يعني بشكل واضح وبشكل صريح أضف على ذلك أضف على ذلك التقرير الذي قال تراجع عدد المؤهنين لانتخابات المجلس الوطني في النمسا يعني لاحظ أستاذي الكريم اليوم على توزارة الداخلية الأسنين أن تراجع الأعداد بنسبة 0.83 يعني خلينا نقول 1% عن آخر انتخابات 2016 يعني لاحظ أنت اليوم حملة الجنسية النمسا صحيح تكون النمسا يتزايدون ولكن حملة الجنسية النمساوية يتناقصون باعتبار أن في النمسا يوجد يعني تقريبا نسبة وفيات في النمسا تصل إلى 100 ألف فكبار السن حملة الجنسية النمساوية لا يوجد بالمقابل سيد الكريم تجنيس يصل إلى 100 ألف شخص في السنة التجنيس بأحسن الحالات سنويا يعني ما دون الخمسين ألف ما دون الخمسين ألف تقريبا يعني طبعا لكل سنة إحصاءاتها الخاصة النصف الأول لهذا العام أعتقد كان 26 ألف شخص تم تجنيسه من بداية العام ومعظمهم أو فئة كبيرة منهم من ضحايا النازية وهذا الكلام يعني فعليا هم ليسوا من موجودين في النمسا أصلا فبالتالي سيد الكريم الشروط المعقدة المفروضة على طالبي الجنسية النمساوية مع الأسف ما زالت شروط معقدة لغاية وهذا يضعف المناخ الديمقراطي في البلد باعتبار أن يتراجع أعداد أعداد المستطيعين الذين يستطيعون يعني الانتخابات الخبر الأخير الذي يقول تراجع رضا المواطنين عن السياسة النمساوية في السنوات الأخيرة صراحة هذا تقرير كان خطير للغاية يقول لك يعني من يثقون بالسياسة على مستوى النمسا 30% خيل 30% هم الذين يثقون بالسياسة النمساوية والباقي يعني 70% لا يثق بالسياسة النمساوية ككل وأظهر 71% من المشاركين رضاهم عن السياسة على مستوى البلديات في حين كانت على مستوى الولايات لا تزيد 53% يعني حتى على مستوى الولايات على مستوى حكومة فيينا حكومة لينز حكومة سالسبورغ يعني الحكومات فبالتالي تراجع أيضا 53% طب حالة عدم الرضا دي مش هم تؤثر سلبيا على موضوع المشاركة في الانتخابات 100% طبعا أكيد حتأثر أكيد حكون فيه تراجع يعني ما رح يكون فيه مشاركة عريضة إلا إلا يعني إذا صار أحداث محددة قوية وليست قضية الـ 4600 يورو على مستوى النمسا تستدعي المشاركة وإنقاذ حالة سياسية ما إن كانت يمين أو يسار يعني ممكن يصير قضية شعبوية يستفيد منها اليمين فتروح الناس انتخب اليمين ممكن يصير فضيحة مرتبطة باليمين فردت فعل أو خطر ما يقوم به اليمين يستفيد منه اليسار فيصير ردت فعل باتجاه اليسار مثل ما حدث في فرنسا وبريطانيا استفاد اليسار من هذه التفاعلات دالي سيدي الكريم أعتقد أن المرحلة الانتخابية الأشهر يعني الأيام المقبلة بصراحة هذا الشهر والشهر المقبل سيكون حافل جدا بالأحداث التي سيستفيد منها الأحزاب السياسية بشكل أو بآخر وده يتكشف طبعا مع عرض كل حزب للبرنامج الانتخاب التاعه وهي النقاط الأساسية للبرامج عندك في مشكلة عندنا في الصحة عندنا مشكلة في التعليم عندنا مشكلة في ارتفاع الأسعار يعني مشكلات كبيرة جدا هو ده يمكن هو ده اللي يحدد في الفترة القادمة نعم ترجمة نانسي قنقر